بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أحبابنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليمن هذا البلد يحمل أسرار يجهلها العديد من الناس فتاريخ اليمن القديم يبدأ في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد حيث قامت مملكة سبأ ومعين وقطبان وحضرموت وحمير وكانت هذه المماليك مسؤولة عن تطوير أحد أقدم الأبجديات في العالم المعروفة بخط المسند دعني أخذك عزيز المشاهد وأكشف لك بعض الأشياء المثيرة عن اليمن هل تعلم أن اليمن هم أول من علموا المصافحة في العالم؟ تقول روايات تاريخية أن المصافحة ظهرت خلال الحضارة الإغريقية لكن مصادر عربية وإسلامية تقول أن أول من جاء بالمصافحة هم اليمنيون فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة سنده جيد اليمن جاءت في القرآن ذكر اليمن مرتين في القرآن عبر صورتين أولا صورة سبأ وملكتها القوية بالقيس وقصتها مع نبي الله سليمان والأحكاف وهم القوم الذين سكنوا تلك المنطقة وكان نبيهم هود عليه السلام جزيرة سقطرة ترجع شهرة جزيرة سقطرة وأهميتها التاريخية إلى بداية ازدهار تجارة السلع المخدسة واشتهرت بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور كما أن الجزيرة معروفة بمناظرها الجميلة وأتجار دم العنقاء الغريبة التي لن تجدها في مكان آخر في العالم الجنبية تعرف الجنبية اليمنية أنها أشهر أنواع الخناجر العربية ويطلق هذا الوصف على الخناجر التي تربط بحزام حوض الخاصرة وصناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن وتستخدم الجنبية اليمنية تفاديا للتفرقة الاجتماعية وتطفي صفة الرجول على من يلبسها حسب ما يعتقده بعض اليمنيين كهوة المخاء كهوة المخاء المشهورة في العالم أصلها من اليمن ففي مدينة المخاء كان يتم تصدير هذا النوع من القهوة إلى العالم حفلات الزواج قد تصل احتفالات الزواج في اليمن إلى 21 يوما ومن أشهر الرقصات الشعبية في حفلات الزفاف البرع اسم إفريكيا تقول بعض الروايات أن أصل كلمة إفريكيا يعود إلى الملك اليمني إفريكيس بن ذي المنعر مرتفعات جبلية يقيم ثمانية في المئة من اليمنيين في المرتفعات الجبلية القات يعرف الشعب اليمني بأنه من أكثر الشعوب استهلاكا للقات وهو نباتات يعطي حالة من النشاط الزائد لمن يتناوله وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة الإدنان ويستعمل اليمنيون عبارة تخزين للتعبير عن استهلاك القات اليمن أصل العرب يرى الكثير من المؤرخين أن في أرض اليمن وجد أول إنسان عربي قبل 2500 سنة فاللهم احفظ اليمن وأهلها وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطنه والآن عزيزي المشاهد كل ما أريده منك الآن أن تستمع لهذا الدعاء وتؤمن عليه حتى يكون الثواب لولك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين إلهنا لا تذع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدته ولا مريضا أو محسودا أو معيونا أو مسحورا إلا شفيته ولا شرا داخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته اللهم احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثيق إلا بك اللهم املأ صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء واسدد فقرنا وثبت حجتنا اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها عملنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفون بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد داونا اللهم بدوائك واشفنا اللهم بشفائك وأغنينا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا آتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا ورين الطراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب يا رب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الصاق بالصاق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال صيرا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أغذى الكرام عليك يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تدمر يا رب أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر إنهم لا يعجزونك يا رب أرنا فيهم يوما أسودا وأرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة يا مغيث أغثنا يا رحمن رحمنا يا كريم كرمنا يا لطيف لطف بنا اللهم لطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذريتنا إننا تبنى إليك وإننا من المسلمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اللهم إنا نستودعك قلوبنا فلا تجعل فيه أحدا غيرك ونستودعك لا إله إلا الله فلقنا إياها عند الموت ونستودعك أنفسنا فلا تجعلنا نخطو خطوة إلا في مرضاتك ونستودعك كل شيء رزقتنا وأعطيتنا فاحفظه لنا من شر خلقك أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولمن أحببنا ولمن سكن قلوبنا ولإخوتنا يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد وأوهبنا فيه رزقا لا يعد وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب خير خلقك فينا ومن حوض نبيك سقنا وفي جنتك آوينا وبرحمتك احتوينا وأمنيتنا أعطينا وبفضلك أغننا ولطاعتك اهدنا ومن عذابنا رحمنا ومن شر كل حاسد اكفنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله يا رب العالمين عزيزي المشاهد إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى عمل لايك للفيديو وساعة مشاركته واترك تعليقك حتى يسعنا تقديم كل جديد ولا تنسى مشاهدة هذه الحلقات المميزة شكرا على حسن متابعتك لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا